قد تكون الصناعة العسكرية في ألمانيا من الأكثر تقدماً ولكن ذلك لا ينعكس على جيشها الهرم وغير القادر على الصمود حالياً لأكثر من يومين في حال اندلاع حرب والمخاوف من ذلك باتت حقيقية هنا منذ الحرب في أوكرانيا ما دفع بوزير الدفاع بوريس بيستوريوس لاقتراح إعادة التجنيد الإجباري الذي أوقف عام 2011 ابتداء من العام المقبل سيتعين على كل من يبلغ الثمينة عشر من العمر أن يملأ استمارة تسمح لوزارة الدفاع أن تختار من هو قادر على الخدمة العسكرية الخدمة ستكون إجبارية للرجال واختيارية للفتيات هذا الشاب السوري الذي واصل إلى ألمانيا مع عائلته قبل أقل من عامين سيكمل سن الثامنة عشرة العام المقبل والده يقول أنه لا يمانع ضمام ابنه للجيش الألماني علما بأن البرنامج قد يكون مفتوحا للمهاجرين من غير الألمان طالما الصيف صار فيه إجماع بين الأحزاب هلأ أحزاب هاي من تخبي موثري إلى صار فيه إجماع بين الموضوع هذا فما نحترم القرار هذا نحنا شو ما كان أتوجهه ورغم هاو كله الجيش الألماني جيش حيادي جيش هدف وحماية البلد فأنا ما فيه أتخيل بلد عدد سكانه خمسة واثمين مليون الأجانب بشكله فيها تقريبا ثمن ما يشاركوا بهيك جيش خدمة الشبان من أصول مهاجرة قد تثير جدلا بين اليمين المتطرف وأيضا لدى المهاجرين عمر مثلا الذي وصل إلى ألمانيا من سوريا في سن الثانية عشر ناشط في الحزب الاشتراكي لا يعارض أساس الفكرة أنا بعارض فكرة إجبارية التجنيد أو إلزاميته للشباب والصبايا لأن هذا القرار هو قرار بقيد حرية الشباب باختيار مستقبلهم وباختيار سنة كاملة من تقرير مستقبلهم ولكن أنا بأيدي الخطط الحكومية لإعادة فكرة التجنيد اليوم كل ألماني من أصل خمسة يأتي من أصول مهاجرة وهي نسبة ترتفع لدى الأطفال ولكن من غير الواضح بعد ما إذا كان هذا التنوع سينعكس داخل الجيش الألماني راغدة بهنام العربية برلين